في ظل الأزمة التي تعانيها المالية العامة للحكومة أعد منتدى الاستراتيجيات دراسة تحليلية حول التداخل والترابط ما بين ثلاثية النمو الاقتصادي الإرادات الضريبية والمساعدات الخارجية من منظور الموازنة العامة للمملكة الارتباط بين المساعدات الخارجية والنمو الاقتصادي كان أهم محاور الدراسة التي أظهرت بأن المساعدات الخارجية والمعونات والاعتماد عليها أدى إلى إصابة الاقتصاد الوطني بما يعرف عالميا بالمرض الهولندي والذي يضعف جهود الدولة لتعزيز الإرادات الأخرى وتنوعها ومنها الإرادات الضريبية إضافة إلى أن الاعتماد على التمويل الخارجي المستدام يتسبب بازدياد النفقات الجارية ويخلق ما يسمى بوهم المعونة المحور الثاني والذي يشرح التداخل بين النمو الاقتصادي والإرادات الضريبية فبينما يرى البعض أن الضرائب تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي من خلال تثبيتها للاستثمارات إلا أنها على الجانب الآخر تحفز النمو الاقتصادي إذا ما تم توجيه الإرادات الضريبية للإنفاق على البنية التحتية والنفقات الرأسمالية المختلفة وفي هذا الجانب ركزت الدراسة على مقياس مهم وهو المرونة الضريبية أي تأثير التغيير في النمو الاقتصادي على الإرادات الضريبية وكلما ازدادت المرونة كلما ازدادت الإرادات الضريبية بازدياد النمو الاقتصادي في الدولة حيث كانت النتائج مثيرة للاهتمام فبين تحليل المنتدى بأن مرونة الضريبة بلغت 1.9% ما يعني أنه عندما يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% فإن الإرادات الضريبية ترتفع بمقدار 1.9% وبناء على هذه النتائج أوصل منتدى على رفع المرونة الضريبية من خلال رفع كفاءة التحصيل الضريبي وتنوع مصادر الدخل الضريبي لخفض عجز الموازنة العامة بالتوازي مع إدارة المساعدات الخارجية بحذر شديد بما يسهم في حفز النمو الاقتصادي ترجمة نانسي قنقر